بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتناول في هذا المقطع example على payback period وعشان نطبقها ونعرف إذا كانت payback period هتكون within 2 and a half years or less ولا هتكون أكبر من ذلك إذا كانت 2 and a half years or less يبقى كده نقدر نقول لصاحب البلانتة go ahead غير اعمل واشتغل على الروبوت أو إذا كانت أكبر من كده لا يبقى إيه هننصح صاحب النصيب هنا الفكرة شباب يعني فيه الفكرة إنه إيه إنه إحنا مش عايزين ناخد القرار غير بطريقة علمية صحيحة إن أنا أعمل الدراسة اللازمة كإنجينير وأقول إذا كان هذا الأمر ينفع لما ينفعش مش مباشرة كده أقول لأ ده نقدر أعمل إيه الحاجة الابتو ديت إن أنا أشغل روبوتس ولأ ده ممكن تكون مكلفة عليك وتكون فيها خسارة فهيبقى إيه نقدر نحسب بالطريقة العلمية اللي إحنا شغالين بيها إزاي نستطيع نحن نحدد إيه المناسب لهم فبنقول في الإكزامبل بيقول لي assume that the following figures are correct the total cost of the robot system is 125,000 دولار دي اللي هي أبرا عن C اللي هي total cost of the robot the salary and francs benefits of replaced workers is 24,000 يبادي عندي DNW للأنوال salary based on 12 dollars per hour and 250 working days per year النقطة دي بس اللي هي 250 أنت لازم تعرف أن الإسبوع 5 days والسنة العملية الشغلة يعني الأسابيع العمل هي 50 أسبوع يبادي عندي حضرة بالخمسة في الخمسين تديني 250 work days per year ماليش دخل هنا بـ 365 يوم دول السنة كلها إنما الworking days هي 250 فهو هنا بيقول لي إن رقم الـ 24,000 عشان تفهم طلع عزي 2000 دولار اتضربت في 250 طلع له إنه لا خد بانك برضو من نقطة تانية إن الروبوت بيشتغل 24 hours a day فهو كده اللي حسبه لي ده one shift هو default one shift إذا كنت هشتغل two shifts أو three shifts يبقى كنت هقول بقى D داتة من الشفت الوحدة فلو في شفت تانية يبقى كان 24 hours داتة ضاعف بقى 48 ولو في شفت تالتة كان هيبقى 72,000 دولار نكمل بيقول لي the savings from using the robot is 10,000 دولار يبديني I the depreciation is 25,000 D D depreciation based on 20% depreciation يعني هو عامل لنسبة depreciation 20% في السنة the maintenance cost are 5,000 اللي هي M and the new staffing cost 24,000 يسألني بقى what is the payback period تعالى نطبع l'equations بتاعتنا l'equation بتاعتنا اللي هي بيقول لي P equal total cost اللي هي C divided by W plus I plus D minus between brackets M plus A Ls Lp هتساوي 125,000 لتوتال cost بتاعت الروبوت and installation مخصوما على W 24,000 I 10,000 D 25,000 M اللي هي 5,000 S اللي هي 24,000 هذا القيمة اللي طلع 4.166 years يبقى هل تستطيع ان تقول ان الكلام ده يصلح او لا يصلح ان انا اشتغل بالروبوت ولا خلينا على نظام القديم طبيعي من هذه المسألة نستطيع ان احنا نقول له stay as it is خليك زي ما انت والنظام اللي انت شغال فيه هيحقق لك الربحية افضل من ان انت تستعمل الروبوت في البلاين تبتعد